وذلك أشهد همم إخواني وأخواتي على التبرع يعني الآن شيخ عبد الحكيم كم من أناس يعني ذهبوا إلى المستشفيات وذهبوا إلى أمهر الأطباء وذهبوا يبحثون عن العلاج لكي يرزقوا بالذرية المال والبنونة زينة الحياة الدنيا أنا أعرف شخص عقيم شخص عقيم ما يقول لي يقول لي يقول لي والله يا شيخ مانا ما خلقه طبيب ولا يعني طبيبة ولا معالج شعبي ولا علاج صرف لي إلا واستخدمته ولكني غفلت عن علاج هو بين أيدينا هو علاج الصدقة يقول والله وبالله وتالله أني استمريت على هذه الصدقة بنية أن زوجتي تحمل ما عني عقيم ولكني موقن بأن الله على كل شيء قدير الذي رزق زكريا بعد إذ اشتعل الرأس به شيبة حتى أن قال أهل التفسير أن زكريا رزق بيحيا وعمره فوق مئة سنة فالله سبحانه وتعالى ما يعجز شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذن أمره بعد الكافي والنون خارق هذا الكون جل جلال يقول فلستمريت على هذه الصدقة بنية أن أرزق بذرية يقول ما هي إلا عدة أشهر وإذا بزوجتي حبلة ولله الحمد والمنى ولان عندك كم ولدت وبنت بعدها أن يقول رحت خارج المملكة ودفعت ألوفات الريالات والعلاج عندي وأنا جالس في بيت يقول والله أني أحيانا وأنا جالس أتبرع من جوالي بنيت أني أرزق بالذرية وحقق الله له ما يتمنى لذلك يا من حرمت الذرية يا من حرمت الذرية يا مريض يا مريضة يا مهموم يا مهمومة علاجكم بهذه الصدقة وبهذا الوقف في جمعية بني يزيد أسأل العزيز المجيد أن يحقق لكل منكم سؤلة إن ربي على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر